طيب بالنسبة لنادي الزمالك في الوضع الحالي هو تنتظر مباراة كبيرة مباراة السوبر المصري يوم الجمعة القادمة واجهت النادي الاهلي مدربة للنادي الزمالك كم مرة أثناء مسيرتك با ويجو برغادر ريجولتاتوك أنتظر نتيجة هذه المباراة وأتمنى أن الزمالك يفوز بهذه المباراة على الجانب الآخر النادي الاهلي يدربه مدرب مواطنك سويسري كبير هو مارسل كولر في رأيك ما انتبعاتك عن مارسل كولر كمدرب وعلاقة تقبير كولر جيدا ولعبت معه في الفريق الوطني السويسري كالسونفو لعبت معه في المنتخب الوطني وأعرفه جيدا تجربة المدربين السويسريين في مصر في الفترة الأخيرة كسرت كسيرا جروس فيلا ربعادي مارسل كولر وقابليهم أنت كنت موجود في الدوري المصري هل تتوقع أن مدرسة السويسرية في التدريب في الكولر المصرية تزيد خلال الفترات القادمة؟ روني وايلاير روني وايلاير روني وايلاير نعم نعم أنه سيكون المزيد من المدربين السويسريين لأن في هذه المرحلة المدربين السويسريين أصبحوا يعملون بشكل أكبر خارج سويسرا وأعتقد أن الأهل والزمالك في السنين المقبلة سوف يستقطبون مدربين من سويسرا وأعتقد أن تجربتي مع الترجي التونسي وويدات كازابلانكا سوف تشجع آخرين على استقطاب مدربين من سويسرا في العالم العربي وفي مصر هل تتطلع لي مشاهدة مواجهة كبيرة تجمع النادي الأهل بالنادي الترجي في نصف نهائي دور أبطال أفراقيا بعد أسبوعين من الآن تتوقع في هذه المواجهة من سيكون الفائز الترجي التونسي هو فريق قوي جدا في هذه المرحلة والأهل أيضا فريق قوي وفريق جيد ستكون مباراة جيدة ومباراة صعبة بالتأكيد سيكون من الصعب أن أقول من سيخرج فائزا من هذه المواجهة هل تتطلع للعودة مرة أخرى لتدريب في الدور المصري خلال الفترة القادمة؟ لا لم أعد أمارس هذه المهنة لقد أنهيت مسيرتي مع التدريب خلال أو ما بعد فترتك مع نادي الزمالك هل عرض عليك أي فريق آخر غير نادي الزمالك التدريب في الدور المصري في السابق؟ لا لم يحدث هذا من مصر أي من اللاعب نادي الزمالك ما زال يتواصل معك؟ انتهت مهمتي وفي خلال أيام معدودة كنت قد مضيت عقدا جديدا مع ويدات كازابلانكا خلال تواجدك في مصر هل تتذكر المدربين اللي واجهتهم أفضل المدربين اللي واجهتهم؟ إنه كان مدرب الأهل بالتأكيد كان مدرب الأهل بالتأكيد البرتغالي بالتأكيد البرتغالي لا أتذكر اسمه جيدا أعتقد أنه؟ البرتغالي من والجزي طبعا من والجزي أخيرا هل تتوقع مشوار مارس كولر مع النادي الأهلي كمدرب سويسري سيستمر طويلا مع النادي الأهلي كمدرب سيستمر طويلا سيستمر طويلا مرسى كولر أخيرا مرسى كولر مرسى كولر مرسى كولر مرسى كولر مرسى كولر وأتوقع له مسيرة جيدة مع الأهل